تطورات حرب روسيا على أوكرانيا مستمرة وتأخذ منحنا تصاعديا وخطيرا وها هو الرئيس الروسي يوجه الأوامر بقصف لأكبر محطة نووية بأوروبا وها هو الرئيس الأوكراني يتهم موسكو بالسعي لتكرار كارثة تشيرنوبل ما الذي جرى وما هي الرسالة وكيف يمكن أن نقرأ ما بين الصطور استهدفت القوات الروسية إذن فجر الجمعة الرابع من مارس لعام 2022 محطة زاباروجيا للطاقة النووية جنوب شرق أوكرانيا ما أدى لاشتعال النيران في مبنى للتدريب بالمجمع وبينما أكدت السلطات الأوكرانية أن السلامة النووية للمحطة باتت مضمونة اتهم الرئيس الأوكراني روسيا بالنجوء للرعب النووي والسعي لتكرار كارثة مفاعل تشيرنوبل عام 1986 ما الذي جرى؟ هيئة أركان الجيش الأوكراني أكدت أنها سجلت إطلاق قنابل عنقودية من قبل القوات الروسية في أوكرانيا وقد أكدت وكالات الأنباء أن اشتعال النيران في محطة زاباروجيا للطاقة النووية بعد هجوم روسي استمر لمدة طويلة بينما كانت القوات الروسية تواصل إطلاق النار باتجاه المحطة النووية في رسالة خطيرة أرادت روسيا أن ترسلها للعالم وقد علق الرئيس الأوكراني قائلا أن استهداف محطة للطاقة النووية هو تهديد للأمن العالمي وهذه هي الرسالة التي أراد الرئيس فليدامير بوتين الذي وقع على قرار استهداف المحطة النووية بإرسالها إلى العالم وهي رسالة تؤكد أنه من الممكن وفي لحظة واحدة أن يهدد بوتين العالم أجمع دارت معارك داريا قرب المحطة النووية وبذلت القوات الروسية جهودا مكثفة للسيطرة على هذه المحطة وقد أطلق الجيش الروسي النار من جميع الاتجاهات على المحطة للطاقة النووية وقد اشتعلت النيران بالفعل في هذه المحطة وقد قال وزير خارجية أوكرانيا إذا انفجرت محطة زاباروجيا للطاقة النووية فسيكون الانفجار أكبر عشر مرات من تشيرنوبل كما قال وزير خارجية أوكرانيا على الروس وقف إطلاق النار فورا والسماح بوصول فرق الإطفاء للمحطة النووية وقد رصد مستويات مرتفعة من الإشعاع بالقرب من المحطة أما المتحدث باسم الإدارة المدنية للمحطة النووية فقد أكد أن هناك صعوبة في عملية إطفاء النيران في المحطة بسبب استمرار إطلاق النار وسرعة الرياح بينما كانت النيران تشتعل في وحدة لتوليد الطاقة بالمحطة وطالب المجتمع الدولي بوقف الممارسات المتهورة لروسيا كما دع الحلف الأطلسي الناتو إلى الاستجابة لمثل هذه التصرفات المتهورة لروسيا أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقالت نحن على علم بتقارير عن قصف لمحطة نووية في أوكرانيا ونحذر من خطن جسيم إذا أصيب المفاعل النووي في هذه المحطة نتيجة القصف ونحن على اتصال بالسلطات الأوكرانية بشأن الوضع في هذه المحطة النووية والأمن العالمي بالكاد تمكن رجال الإطفاء بدخول محطة الطاقة النووية وقد تحدث بايدن مع نظيره الأوكراني بشأن القصف الروسي للمحطة وبعد جهد مضني أكدت هيئة الطوارئ الأوكرانية السلامة النووية للمحطة باتت مضمونة أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد أكدت أيضا أن أوكرانيا لم ترس التغيرا في مستوى الإشعاعات في المحطة الوضع إذن كان ملتهبا للغاية وقد وصلت الرسالة الروسية للرئيس الأمريكي جو بايدن وللعالم أجمع وقد تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مسؤول في الأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية للإطلاع على الوضع بالمحطة النووية هذا في الوقت الذي تشير فيه بعض وكالات الأنباء عن مسؤولين أمريكيين أن أحدث المعلومات تفيد بعدم وجود مؤشر على ارتفاع مستويات الإشعاع بالمحطة هذا بينما أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية أن وزارتها فعلت فريق الاستجابة للحوادث النووية وتراقب الأحداث في روسيا وقالت أن العمليات العسكرية الروسية متهورة ويجب أن تتوقف على الفور بينما قال رئيس الوزراء البريطاني أن تصرفات بوتين المتهورة يمكن أن تهدد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها هذا في الوقت الذي تستمر فيه فصول هذه الحرب وقد توعدت وزارة الدفاع الروسية مواطني الدول الغربية القادمين للقتال ضد موسكو في أوكرانيا وقالت إنها لن تعاملهم كأسرى حرب جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأوكراني في خطاب وجهه لشعبه أن بلاده ستستقبل الدفعة الأولى من المقاتلين الأجانب وعددهم 16 ألف متطوع ليدافعوا عن حرية أوكرانيا وشعبها ويبقى التساؤل من رسالة التي أراد الرئيس فلادامير بوتين أن يوصلها للرئيس الأمريكي جو بايدن وللدول الأوروبية وقادتها من هذا الاستهداف الخطير لهذه المنطقة الحساسة هل يلوح بعصى بداية الحرب النووية؟ وكل هذه التطورات في ظل أن هناك دولا كبرى بدأت تساند روسيا في الحرب الكبرى القادمة ضد أمريكا وأوروبا وعلى رأسها الصين وكوريا إلى جانب دول تعتبر حليفا استراتيجيا لروسيا فهل ستدخل كوريا الشمالية والصين خط الحرب مع روسيا وتهدد الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل كانت الرسالة التي أراد بوتين أن يرسلها للعالم؟ قائلا أيها العالم انتظر النووي وهل تعرض الرئيس الأوكراني لخيانة غير متوقعة من أمريكا وحلف الناتو؟ وهل هو مستعد لأن يعلنها للجميع بعد أن تحدث في وقت سابق أن الجميع خائفون وأنه اتصل بزعامة 27 دولة ولم يتفاعل معه أحد بشكل إيجابي؟ هذا في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأوكراني يهود العالم للانضمام إلى أوكرانيا من أجل القتال ضد روسيا وأكد أن بوتين قصف كل المعالم اليهودية في أوكرانيا حرب روسيا إذن على أوكرانيا تستمر وتتواصل وتتطور بشكل لا يصدق الأزمة تشتد والروس على مشارف العاصمة هذا في الوقت الذي بات الرئيس الأوكراني يدرك أن أمريكا لن ترسل جيشها إلى أوكرانيا وأنه تعرض لطعنة أمريكية لا يعرف كيف يتعامل معها في ظل دوي الانفجارات وصافرات الإنذار والمشهد المزري داخل أوكرانيا ما الذي سيحدث؟ هل ستسيطر روسيا على كييف؟ ما هو مصير الرئيس الأوكراني؟ هل سيتعرض لعملية اغتيال؟ أم سيقع أسيرا بيد القوات الروسية؟ وفي حال الوصول إلى هذه اللحظة كيف سيؤثر هذا على مصال المشهد على الأرض؟